تتبدل الأيام في عفرين المحتلة وريفها شمال غرب سوريا ويبقى واقع الحال ذاته من قتل وخطف واستلاء على الممتلكات ينفذها الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له أمام مرأة ومسمع العالم أجمع ووسط صمت مطبق حيال تلك الانتهاكات مصادر محلية أفادت أن عناصر فيما تسمى الاستخبارات والشرطة العسكرية التابعة للاحتلال الترقي اختطفوا مدنيين اثنين من أهالي قرية جلمة بريف ناحية جنديرس التابعة لعفرين المحتلة دون معرفة التهم موجه إليهما واقتادهما إلى جهتين مجهولة في السياق أفرجت ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال عن مدني من ريف عفرين بعد دفع ذويه فدية مالية قدرها أربعة آلاف دولار أمريكي بالتزامن مع إطلاق سراح مدنيين اثنين آخرين أحدهما من أهالي قرية كفر دلي بناحية جنديرس والآخر من قرية علي كارو بناحية بولبل مقابل فدية مالية قدرها ثلاثة آلاف دولار أمريكي لكل واحد منهما وأكدت المصادر أن فصيل الجبهة الشامية الإرهابي التابع للاحتلال التركي طالب ذوي مدنيين اثنين اختطفهما أثناء محاولتهما عبور الحدود مع تركيا بدفع فدية مالية قدرها خمسة عشر ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهما ويستمر الاحتلال التركي وفصائل الإرهابية بممارسة الانتهاكات وتضييق الخناق على من تبقى من الكرد في عفرين بموازات استهداف المناطق المحاذية للمناطق المحتلة التي تؤوي الآلاف من مهجر عفرين بغية تهجيرها معنها خدمة لمشروع التغيير الديموغرافي الذي يعمل عليه في المنطقة